قد يكون الأصعب من الجرم نفسه محاولة طمسه أو إسكات الشاهد عليه وإذ تستحوذ فكرة الإسكات على الأنظمة الاستبدادية في العالم فإن ألد أعدائها يكون الصحافة وحرية التعبير وإحدى محطات رصيف القمع الطويل في العراق قمع الصحافة لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك وضعت العراق الثالثا في مؤشر استهداف الصحفيين بالقتل العمد خلال العام الحالي بـ 25 حادثة وتسرد المنظمة منذ 2008 ولا تزال تلك البلدان التي يستهدف الصحفيون فيها بالقتل العمد ويفلت الجنات من العقاب ولأن الإفلات من العقاب وسيلة فعالة لإسكات الصحفيين وإحداث فراغ بالمعلومات تصدر العراق هذه القائمة باستهداف من يكشف قضايا الفساد والجريمة والسياسة وحقوق الإنسان مترافقا مع قدرة عالية على التملص من العدالة بفضل النفوذ السياسي أو الترهيب من قبل الأحزاب السياسية والميليشيات بدوره قال المركز العراقي لدعم حرية التعبير إن مئات الصحفيين تعرضوا لاعتداءات أثناء تغطيتهم المظاهرات جنوبية البلاد تضمنت قتلا واعتقالا وترهيبا فضلا عن الدعاوى القضائية التي تعرضوا لها ما وضع العراق بالقائمة السوداء لدى منظمة مراسلون بلا حدود محتلا المركز 160 من بين 180 دولة أما جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين العراقيين فقد ذكرت بتقرير لها إن الإجهزة الأمنية المختلفة تتعمد اتخاذ إجراءات روتينية في قضايا الاعتداء على الصحفيين ما يسمح للجانب الإفلات من العقاب خصوصا وأن أغلب التحقيقات تنتهي بدون نتائج أو تهمل مع الوقت هذا إذا لم يتهم الصحفي نفسه بالتقصير والاعتداء